طيب خلينا نتكلم عن تكونها في أول التالت إيه بعد الشر الحاجات اللي ممكن يحصل لها وتعمل مشاكل بص هي المشيمة المشكلات بتاعتها أولا أكتر حاجة مشهورة أنه يكون موقحها لتحت حتى الناس بتقول عليها المشيمة سقطة سقطة أو سبق العيل يعني ده كلمة الدرجة يعني إيه سبق العيل؟ يعني أن قصدي المشيمة تبقى تحت راس البيبي تبقى لتحت دي طبعا حاجة بتبقى شوية مقلقة بس بتتشخص إمتى مهم جدا أنها بتتشخص بعد يعني في الخامس لأن في الأول قبل الخامس بتبقى ممكن هي إحنا شايفينها بالصنار تحت بس لما الرحم يجبر هنتلاقي موقحها طبيعي هتلاقي موقحها كويس فما نقدرش نقول مية مية إنها لأ موقحها تحت إلا بعد الشهر الخامس مهم جدا أنه إحنا نبقى عارفين كل ست بتتبع الحمل في حاجات ضرورية لازم تبقى عارفها وزنها ضغطها والمشيمة بتاعتها كويسة موقحها كويس ولا لأ ليه بقى؟ لأن المشيمة لما بيحصل فيها مشكلة لو أنت مش عارفة يعني لو أنا مثلا جات لك الولادة وانت مش عارفة أن عندك مشكلة في المشيمة وما قلتيش للدكتور الغلبان اللي هيولدك فممكن تحصل مشكلة وهو مش مستعد يعني فهمها؟ إيه المشاكل اللي بتجي في المشيمة؟ لا المشيمة السقطة ديات ممكن تسبب نزيف ممكن تبقى لزقة دي المشكلة الأخرى أن المشيمة تبقى لزقة في جدار الرحم أو تطلع حتى برى الجدار الرحم وتلزق فيه الأعضاء اللي حوالين الرحم فدي طبعا حاجة خطيرة جدا دي تاني مشكلة من مشاكل المشيمة تالت مشكلة من مشاكل المشيمة هي انفصال المشيمة انفصال المشيمة قبل الولادة أو في فترة شهر الثامن أو السابع أو كده ديت برضو ممكن تسبب مشكلة كبيرة للأم ده معناها أن الأم لازم تولد صح؟ بالضبط لازم الأم تولد لأن ده طبعا انفصال المشيمة فخلاص احنا فاهمين بقى البيبي مش هيوصل له ولا أكسجين ولا هيوصل له أي تغذية ولا أي حاجة وهو كمان ممكن يتضرر بس طبعا احنا ما بنبقى مهتمين أكتر بصحة الأم طبعا فالأم بقى ممكن يحصل له نزيف شديد جدا وممكن يعني لقدر الله يحصل له مشكلة كبيرة فلازم نبقى مستعدين